ازايكم يا جماعة عاملين ايه? انا ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن منحة منتظرة. منحة الحكومة الكورية. ولكن المنحة دي مقدمة من جامعة كايست. طبعا في كتير من الطلاب المتابعين القناة بتاعتنا عارف ان المنحة دي ممولة بالكامل. مش بتطلب منك شهادة اثبات لغة انجليزية. كمان المنحة دي مقدمة للطلاب العايزين يدرسوا باكيلاريوس او ماجستير او دكتوراه. بتوفر لك راتب شهري وبتوفر لك التأمين الصحي. وفيها العديد من الكليات المختلفة واللي بيرغبها الطلاب واللي دايما بيسألوا عنها وعايزين يقدموا عليها. فالفيديو بتاع النهاردة هنتعرف مع بعض على تفاصيل مميزات وكمان شرح طريقة التهديم على منحة جامعة كايست بدولة كوريا الجنوبية. دكتور المنح ماريو جميل لا تنسوا دعمنا بلايك وشير واشتراك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد. زيكم الشباب مرة تانية زي ما اتكلمنا وشرحنا وقلنا ان احنا هنتكلم عن منحة الحكومة الكورية المقدمة في جامعة كايست الممالك بالكامل لجميع الطلاب راغبين في دراسة الباكيلاريوس او ماجستير او دكتوراه. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التهديم خلينا نعرف مع بعض ايه هي مميزات وتفاصيل المنحة دي. ويريد في نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتنسوا سبسكرايب واشتراك في القناة تفعل الجرس علشان تتابع معنا كل ما يخص المنح. بالنسبة لتفاصيل المنحة بتاعتنا زي ما قلنا ان الدولة مصطدفة يا كوريا الجنوبية والجهة المنحة يا جامعة كايست واسم الجامعة اللي انت هتدرس فيها يا جامعة كايست. المراحل الدراسية اللي بتغطيها لك المنحة دي هي والدكتوراه نوع المنحة دي ممول بالكامل وطبعا يمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم وبلا خاصة جميع الطلاب العربي اللي بتفرجوا على الفيديو ده ان هم يقدموا على الفرصة دي. كمان شهادة اللغة الانجليزية ليست الزامية. واخر معادل التهديم على المنحة دي هيكون تمانية وعشرين مايو عشرين واحد وعشرين وبالنسبة لخطبات التوصية هتكون مطلوبة منك طبعا واخر معادل التهديم هيكون واحد وتلاتين مايو عشرين واحد وعشرين. طبعا المنحة دي من افضل المنح اللي بتقدم في دولة كوريا الجنوبية. والمنحة دي بتفتح تلات مرات على مدار السنة. ودي المرة التالتة اللي هي فتحت فيها المنحة دي. ودي اخر مرة تفتحها في السنة دي. بعد كده المنحة هتبدأ تفتح في السنة اللي جاية. فدي فرصة كهيسة جدا يا ريت تقدم عليها وما تضيعهاش من ايدك. هنيجي مع بعض هنا للتخصصات المتاحة. بتلاقي هنا في جامعة معظم التخصصات موجودة. وبالاخص هندسة الطيران واللي كتير من الطلبة اللي بتتابع القناة بتاعتنا بتسأل على منحة بتكون بتغطي تخصص هندسة الطيران. وهنا بقى بتلاقي هندسة ميكانيكة والكهربائية والمدنية. بتلاقي في كتير من الكليات اللي بتقدم عليك المنحة دي. كامل بالنسبة لكلية العلوم الطبيعية وادارة العمال. كل دي التخصصات اللي موجودة واللي بيسأل عنها الطلاب. وعايزين يقدموا عليها كل مرة. بيسألونا في الكومنتات. ادي المنحة قدامك وتقدر تقدم عليك. طيب بالنسبة ليه مميزات المنحة. زي ما قلنا ان المنحة دي مجانية. فهي بتشمل جميع تكاليف الدراسة. كمان بتوفر لك مصروف شهري وقدره تلتمية دولار امريكي. بتوفر لك كمان التامين الصحي. طيب هنيجي مع بعض المستندات المطلوبة وخلي بالك هنا معي في المستندات المطلوبة. اول حاجة طبعا انت لازم تملك التقديم على المنحة. وخلي بالك هيكون مطلوب منك صورة من جواز الصفر بتاعك. يبقى لازم ترفق له صورة من جواز الصفر. وجواز الصفر هنا اكباري. علشان لو هتسألني في الكومنتات. انا مش معي جواز الصفر. هينفع اقدم ولا لا? للاسف مش هينفع. لازم يكون معك جواز صفر. هيكون مطلوب منك ايه? لو انت طالب بتقدم على هيكون طالب منك شهادة السنوية العامة. طيب لو انا لسه في تلتة سنوية في السنوية العامة واخر سنة في البكالورية. فحضرتك بتبدأ تقدم له بيان درجات الصف الثاني السنوي. وبتبدأ تقدم له اثبات قيد انك انت في اخر سنة في الدراسة السنوية بتاعتك. وكمان بتاعك وانت بتملاها تكتب له تاريخ التخرج بتاعك المتوقع. طيب لو انت عايز تقدم على برنامج الماجستير فانت هيكون مطلوب منك تقدم له شهادة السنوية العامة وتقدم له شهادة تخرج بيان درجات البكالوريوس بتاعك. ولو انت لسه في اخر سنة في البكالوريوس وعايز تقدم على ماجستر فانت طبعا بتقدمه شهادة السنوية العامة بتقدمه بيان درجات لاخر تلات سنوات او اخر سنوات الدراسة بتاعتك في الكلية بتقدم له ان انت في اخر سنة في دراسة بتاعك وما تنساش ان انت هتكتب له في تاريخ التخرج والمتوقع بتاعك. فكذلك مع الدكتوراه لو انت هتقدم على الدكتوراه لازم تقدم له كل من شهادة تخرج وبيان درجات الباكالاريوس وي الماجستر. ولو انت في اخر سنة في الماجستر واستعد مع الدكتور هتقدمه شهادة التخرج بين درجات وبين درجات الماجستير ويثبت كده ان انت في اخر سنة في الماجستير وما تنساش ان انت هتكتف تاريخ المتوقع ان انت تتخرج فيه من الماجستير بتاعك. كمان هيكون مطلوب منك السيرة الذاتية اللي هو هيكون مطلوب منك صورة شخصية ولو انت معك شهادة تثبت لغة انجليزية بتقدر تقدمها لو مش معك هي مش مطلوبة منك زي ما انت هتشوف معي. هنا في بعض المنح اللي انا كنت شرحتها على القناة بتاعتنا قبل كده واللي انت تقدر تطلع عليها من هنا. طيب هنا في بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تقدم على اي منحة دراسية بنفسك فانت بتتبع خطوات الشرحة التفصلية اللي بتقدمها لك قناة دكتور المنح ولو انت عايز تستفيد من خدماتنا في التقديم على المنح او تجهيز المستندات او حتى ترجمة اي مستندات لأي لغة كل ده بتقدر تستفيد منه من خلال قناة دكتور المنح عن طريق خاص بنا واللي بتلاقي اللينك بتاعة موجود في سندو الوصف اسفل الفيديو. لو انت عايز تستفسر مننا على اي حاجة بتقدر تسيب الاستفسار بتاعك اما في الكمنتات اسفل كل فيديو او حضرتك بتتوجه الى صفحة دكتور المنح على الفيسبوك وبتسيب الاستفسارات بتاعتك على الرسائل الخاصة بالصفحة وفريق المساعدة الخاص بقناة دكتور المنح بيبدأ اجابك عليها. طيب هنا بالنسبة لطريقة التقديم على المنحة. زي ما قلت لك ان المنحة دي بتفتح تلات مرات في السنة. وانا كنت شرح المنحة دي. وطريقة التقديم بالتفصيل خطوة بخطوة في فيديو سابق. فعلشان ما اقررش الفيديوهات وعلشان ما طولش عليك الشرح انت تقدر من هنا تيجي تدخل على الفيديو ده. وهتلاقي هنا شرح طريقة التقديم الخاصة بجامعة خطوة بخطوة كل اللي عليك ان انت تتبع خطوات الشرح. وهتلاقي نفسك بتقدر تقدم بنفسك بكل سهولة. انت هتقدر تلاقي الفيديو على الويب سايت الخاص بينا في المقالة الخاصة بمنحة جامعة كايست وكمان انا هكون سايب لك الفيديو اللي فيه شرح طريقة التقديم موجود في سندوق الوصف اسفل الفيديو. طريقة التقديم بتاعت المنحة في الوقت الحالي هي هي بالضبط طريقة التقديم بتاعت المنحة في الوقت السابق. تمام? طيب دلوقتي لو جيت تضغط معي على الموقع الرسمي خاص بالمنحة هتفتح معك الصفحة دي. ومن خلال الصفحة دي انت تقدر تقرأ معلومات عن المنحة بتاعتنا اللي موجودة قدامك هنا. ايه هي شروط التهديم على المنحة دي. وخلي بالك هنا بالنسبة للموعيد بيقول لك ان اخر معادل التهديم تمانية وعشرين مايو. واخر معادل ليه تقديم خطبات التوصية هيكون واحد ودلاتين مايو. وكمان بيقول لك ان السنة الدراسية بتاعتك تبدأ في خريف سنة عشرين واحد وعشرين. بعد كده هنا خلي بالك من ملحوظة مهمة ودي حاجة بتزعى لناس كتير ولكن الحاجة دي مهمة جدا. وهي اني رسوم التهديم على المنحة دي هيكون طالب منك تمانين دولار امريكا. وهنا في بعض الناس بتقول انا ليه هدفع فلوس وانا بقدم على منحة. في بعض المنح اللي بتحط رسوم بتاعها علشان خاطر في ناس بتدخل وتملى من باب التهديم فقط وهم مش متطبقين او معايير الكبول الخاصة بالمنحة مش متوافقة معهم. فده بيعمل عبق على الناس المسؤولين عن المنحة واللي بيراجوا والذلك بعض المنح بتحط رسوم علشان خاطر تتأكد لو انت جاد او انت بتقدم على المنحة دي وعايز المنحة دي والشروط بتاعت المنحة متوافقة معك فانت بتضطر تدفع الفلوس لان انت محتاج المنحة دي ولكن لو انت داخل تقدم كده خلاص فاكيد مش هتدفع الفلوس لان انت معايير المنحة مش متوافقة معك وخلي بالك لو لا قدر الله متعبلتش في المنحة الفلوس دي مش بترجع لك وبكده انا هكون خلصت شرح لمنحة جامعة كايست الموجودة في دولة كوريا الجنوبية لدراسة باكاليروس او مجلسيرة ودكتوراه. تماما انا نشارحكا واضح بسيط لو لسه عندك اي سفسار او اي سؤال ممكن تسيبونا في كومنتات وحنا هرد عليه واريت في نهاية الفيديو ما تنساش تدعونا ولايك وتعمل سبسكرا بشاركة وكناة وتفاعل الجرس. الهي انت تابع معنا كل ما خاصة الملحة وشكرون.